اشتركوا في القناة ما فرط الإنسان من عمله والعزم على اللا يعود وإذا هناك حقوق الناس في ذمته يؤدي تلك الحقوق وإذا حقوق الله سبحانه وتعالى يؤديها ثم يقول بلسانه أستغفر الله ربي وأتوب إليه إذا واحد هالشكل يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وهو عازم على تكرار المعصية هذا كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى في حقيقة التوبة معخوذ الندم هذه من الطرق لغفران الذنوب الله سبحانه وتعالى جعل طريقا آخر وهو فعل الحسنات إن الحسنات يذهبنا السيئات يعني الإنسان عصى معصية مثلا عصى نساها هاي المعصية ولذلك لم يتوب منها إن الإنسان نسي ينسى وكثير من الأحيان يفعل الذن وينسى هذا الذن ولا يتوب منه مع أن وجوب التوبة وجوب فوري يعني هذا الإنسان أفرض ذهب إلى الجهاد المشروع وقتل في هذا الجهاد جهاده وشهادته هذه حسنة تذهب السيئة إن الحسنات يذهبنا السيئات في بعض الأحادث إن أول قطر الدم من دم الشهيد تسقط على الأرض فهي غفران لذنوبه كلها فأحيانا من أسباب الغفران فعل الحسنات نحن نسمع الآن ونرى في الأحاديث أن البقاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يمحي الذنوب لماذا؟ لأن البقاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام سنة نبوية رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة أول من بكى على الحسين عليه الصلاة والسلام وهذا روته العامة والخاصة حينما كان صبيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فنزل عليه جبرايل وأخبره بما يجري عليه فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعض الروايات التي روتها العامة والخاصة إن جبرايل أعطى رسول الله تربة من تراب قبر الحسين عليه الصلاة والسلام ورسول الله أعطاها لأم سلمة تلك التربة فهذه سنة نبوية مضافة للأحاديث الكثيرة في الحث على البقاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبيان فاضل لذلك مزيد فهذا مذنب جاء وبكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه طبعا غفران الذنوب ليس معناه سقوط حق الناس لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذه على ذلك الذنب كالتوبة مثل ما إذا واحد تاب من ذنبه هذا مو معنى أن حقوق الناس تسقط منه بل يؤخذ في حقيقة التوبة أو من شرائطها أداء حقوق الناس إذا واحد سرق ثم جاء إلى مجلس الإمام الحسين وبكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا ما يسقط من ذمته حق الناس يعني يجب أن يرجع إلى الناس حقهم لكن ما يتعلق بحق الله لأن السرقة معصية لله سبحانه وتعالى فقد الله سبحانه وتعالى يغفر له وهناك أسباب أخرى لغفران الذنوب كدعاء المؤمنين يمكن المؤمنون يدعون لإنسان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائهم فيغفر له واحد أبو ميت كان أبوه عند مثلا بعض المعاصي أنت ترفع يديك وتقول ربنا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لي ولوالدينا قد الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء ويغفر ذنب الوالد ببركة دعاء الولد لأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه فإذا أكو مجال للرحمة الله سبحانه وتعالى يرحم وإذا الله أخذ إنسان بذنبه أو عاقبه في يوم القيامة أو في هذه الدنيا فلأنه بعد خلاف الحكمة تركه ماكو مجال للرحمة فإذا صار خلاف الحكمة الله حكيم رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء لكن إلى حد لا تكون تلك الرحمة خلاف الحكمة